اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وماجستير الصيرفة والتمويل الإسلامي وماجستير الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار وإدراجها تحت برامج كلية إدارة الأعمال كما قرر المجلس الموافقة المبدئية على إنشاء مؤسسة تعليم عال جديدة تحت مسمى أمتي يونيورسيتي بحرين ووافق المجلس على استخدام المبنى المخصص لمختبرات برنامج البكالوريوس في الهندسة المعمرية وبرنامج البكالوريوس في التصميم الداخلي التابعين لكلية الهندسة والتصميم في جامعة المملكة هذا ونقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات اللجنة الإدارية والمالية بخصوص طلب عدد من الجامعات استحصال رسوم إعادة الامتحانات حيث قرر المجلس تأجيل البت في الموضوع حتى قيام الأمانة العامة بعمل دراسة حول الرسوم التي تفرضها جميع الجامعات الخاصة لإعادة الامتحانات ومبرراتها كما قرر المجلس الموافقة على الموازنات السنوية التقديرية لمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2019-2020 وذلك في الجامعة الخليجية والجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين والجامعة الملكية للبنات وجامعة المملكة وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة البحرين الطبية كما ناقش المجلس مذكرة الامانة العامة بشأن التقرير المفصل لأعمال لجنة متابعة ومناقشة رسائل الدراسات العليا والذي قامت بإعداده خلال الزيارات وحضور المناقشات التي تتم في الجامعات واجتمل على الإجراءات التي تقترحها الامانة العامة في هذا الخصوص حيث وفق المجلس على ما جاء في التقرير كما قرر المجلس إحالة تقرير حول نظام الدراسة المكثفة في مؤسسات التعليم العالي إلى اللجنة الأكاديمية ونقش مذكرة الامانة العامة بشأن الهيكل التنظيمي المعدل للجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين حيث قرر الموافقة على التعديل المقترح للهيكل وما يشمله من تعديلات على لوائح الداخل على لوائح الجامعة الداخلية ووفق المجلس كذلك على توصيات لجنة الاعتماد الأكاديمي بشأن منح الجامعة الأهلية والجامعة الخليجية وجامعة المملكة الاعتماد المؤسسي لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس التعليم العالي